اشتركوا في القناة اذا يجب ان نسمع صوت الضاد مستقلا عن صوت الطاء هكذا فما نضطر فما نضطر لاحظنا فما نضطر اما اذا سمعنا هذا الصوت هكذا فما نضطر هذه الطاء المشددة فهذا الذي يقرأ بهذا الشكل فقد ادغم الضاد في الطاء اذا سمعنا طاء مشددة نستنتج ان القارئ قد ادغم الضاد في الطاء وهذا هو الخطأ فاذا يجب ان يكون صوت الضاد مستقلا عن صوت الطاء كيف يكون التمييز نعطي الضاد حقها ما تستحق بالاحرى من الاستطالة رخوة ومستطيلة فما نضطر فما نضطر هكذا اذا نقرأ هذا المثال فما نضطر مرة اخرى ولاحظوا الى صوت الاستطالة في الضاد فما نضطر فما نضطر بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر